أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية لأول مرة تمر عبر أجواء رومانيا طائرة البيت 52 أتش النووية وهذه رسالة يتعكد من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة تصل إلى البحر الأسود منذ بداية العملية العسكرية أو ما يسمى بالحرب الأوكرانية الروسية إذن أمامنا تطور استثنائي بدخول البيت 52 أتش وطارت على نفس خط ما يسمى بالخط البديل لنقل الحبوب عبر كل من بلغاريا ورومانيا وباتجاه البصفور إذن كان هذا نوع من الرسالة ضد روسيا روسيا التي قصبت أديسا وقصبت أيضاً ريني وكل ما يتعلق بالقواعد النهرية أو الموانئ النهرية التي تستخدم في هذه العملية إن كان هذا قراره الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال نووي إلى البحر الأسود هنا جاء الخبر كالتالي وكالة الأنباء الروسية قالت بأن البيت 52 طارت ولأول مرة منذ 22 أي إلى مرحلة ما قبل العملية العسكرية كما ذكرنا بالنسبة إلى آفيا برو كان واضحاً وهذا المقال أمامكم لنجد شيئاً آخر أخطر بكثير عاد نقله مباشرة الروس عبر الأبيا برو نقلاً عن وسيلة إعلام يونانية واليونان هم أقرب بكثير إلى القواعد الأمريكية والمصادر الأمريكية وهنا تأكد أن مثل هذه الطائرة طارت بمحاذاة القرن وقالت بأنها طارت على القرن أي إن كانت الترجمة لأن في الترجمة هنا حرفية الصحافي فعلى كل حال الأمر تعلق بطيران في البحر الأسود وهذا هو الشيء المؤكد الرد كان من روسيا بقطع جي بي آس مباشرة على مناطق بما فيها وعلى أساس هذا الإجراء شمل كلاً من القاعدة البولونية سيزو وكنستنا أيضاً القاعدة البحرية وهكذا فإن القاعدتين المهمتين البحرية وأيضاً الجوية المهمة للحلف كان واضحاً أن الحرب اليوم جرت بإدماج أمرين أساسين الأمر الأول أن هناك منظومة لأول مرة تستخدم في الحرب الإلكترونية غير مسبوقة وهذا الذي عطل للـ 24 ساعة الأخيرة عطل كل الدرونات البحرية وغيرها إذن دخول نظام جديد للحرب الإلكترونية الروسية وهذا أمر مؤكد من هذه القصاصة ثاني مسألة أن هناك تعطيل مقصود الجيباء آس شمل جميع المناطق بما فيها القواعد المواجهة ضد نيتو لأن الولايات المتحدة الأمريكية طارت بالـ 52H فكان الرد أساساً من الحرب الإلكترونية وبالتالي فإن جميع الآداف في القرن لأن القصد كله الآن في القرن من جاة أولى فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتجاوز من جاة أولى كل ما سمي بالإحداثيات إحداثيات الحرب أو العملية العسكرية كما تسميها الخاصة بأوكرانيا وبنجاة ثانية فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تطير بالدرونات فأصبحت تطير اليوم بمقامبنات استراتيجية نووية إذن أمامنا هذا التطور الثاني التطور الثالث الرد الذي حدث من الروس عبر تسخير نظام جديد للحرب الإلكترونية وعبر إبطال الجبعاس في القواعد الأساسية التي تستخدمها النيتو وهنا يمكن طرح سؤال مباشر حول الوضعيات الجديدة غير المسبوقة الآن أمام هل هذه العملية الإلكترونية اليوم في هذه الحرب موجهة إلى المقامبنة؟ هذا هو الشيء المؤكد لأنه يمس أولاً هذا النظام الإلكتروني يمس القاعدة في كل من بولونيا وأيضاً القاعدة البحرية في رومانيا وفي كل ما يتعلق بالقواعد أنظروا أمامكم الخارطة ستجدون أن أغلب القواعد للنيتو كلها أبطل فيها أو تعطل فيها نظام جي بي آس إذن هذا هو التطور الأساسي الخرائط تكشف بشكل مباشر أننا أمام تطور استثمائي لنأتي إلى خبر الوكالة أيضاً ويتأكد من خلاله أننا أمام منظومة عطلت وبشكل كامل جي بي آس وبشكل مؤقت حسب إرادة الروس فهل تأثرت الجبهة؟ لا جبهة تتحرك؟ ضربات إلى حدود اللحظة ضد ما سميت درونات البحرية؟ وإدخال هذه المنظومة ألغى كل الدرونات لمدة الآن تصل إلى 17 ساعة 17 ساعة مع 11 محاولة كلها نصفت عبر الحرب الإلكترونية واستخدام تعطيل جبعاس أمام الطائرة المقنبلة هذا هو التطور الاستثنائي الذي جعل روسيا اليوم تنتصر إلكترونياً يعني أن روسيا لديها أوراق لا تزال تلعب إلى الآن في هذا الاتجاه الرغم أن الخطة الأمريكية كالتالي محاولة ضرب الآس 400 في كل القرن وقع الحال إلى حدود اللحظة لا وجودة لآس 401 هناك آس 300 حصراً وهناك هذه المنظومة الجديدة التي دخلت يعني أن روسيا تكشف اليوم جيلاً آخر من الحرب الإلكترونية هي التي دخلت الآن لحماية القرن على أية في هذه الحالة الذي كان وارداً لدى الأمريكيين أن الآس 300 قالت تكون الآس 400 والذي عطل الآس 300 يمكن أن يعطل أو يشوش على الآس 400 وفي هذه الحالة ستعزل بشكل نهائي جزيرة القرن إذن هذه المسألة الرئيسة الأولى هل يتوقف الأمر عند هذه النقطة؟ لا بل إن إبعاد الآس 300 من القرن والآس 400 بالتبعية سنجد الآس 16 مباشرةً لعزل القرن هذا هو التصور الأمريكي الذي أصبح الآن معلقاً لسبب رئيس لأننا أمام صعوبة كبيرة وتعقيد أكبر في هذه الزاوية على وجه التحديد لأننا أمام اليوم منظومة حرب إلكترونية جديدة غير مسبوقة لروسيا عطلت الدرونات البحرية نهائياً وموجهة للمقنبلات لأن الأمريكيين عندما فوجئوا بقطع الجبعاس طاروا بالنووي فكأن الأمر يستدعي مثل هذا الإجراء فطاروا ولكن تحت التحفظ بشأن رومانيا وحسب لكن بالنسبة ليونانيين يعتقدون بأن هذه الطائرة دخلت للبحر الأسود وإلى مقابل القرن وقالوا بأن طارت على القرن وبالنسبة لهذه المبالغة هي محدودة بشيء واحد أن الجبعاس تعطل وبالتالي فإن الإجراءات الاستثنائية لجميع المقاتلات وجميع الدرونات الجوية والبحرية على حد سواء كل ذلك تعطل وأصبح الأمر كأننا في حرب نووية أمام إجراءات أخرى لهذه الحرب بعيداً عن كل ما نعرفه ولذلك طارت هذه الطائرة باستخدام لأول مرة حالة طوارئ مباشرة في الاتصال يعني كأن كل شيء تعطل والجبعاس تعطل كل شيء تعطل وهذه الطائرة تريد أن تستكشف الوضع فهل طارت على الكرم أم لا؟ المؤكد لا لأن الجبعاس نفسه كان في حدود الكرم لذلك فلم يكن واضحاً إن تصرف هذا الوضع الجديد مع التأطير الذي يسري به الأمر وهذا الذي يعطينا شيئاً استثنائياً بجميع المقاييس أننا دخلنا في جيل جديد من الحرب الإلكترونية دفعت الأمريكيين إلى تحريك ما سمي باتصالات الحرب النووية وهذا الذي أربك الأمريكيين في هذا الظرف على وجه التحديد شكراً جزيلاً وإلى اللقاء